مدرب الاتفاق السابق المقال الإرقوياني ليوناردو راموس صرح لأحدى الأدعات في بلاده عبر مكالمة هاتفية أن الحارس الجزائري رئيس بولحي يقف خلف قرار إقالته بعد سحب شارط القيادة منه مع إصرار الإدارة على منحه إياها ورئيس ناد الاتفاق رد على التصريحات المنسوبة للمدرب السابق وتحدث عن السبب الحقيقي وراء الإقالة ما فيه مصدر رسمي نقل يعني ما فيه شيء مؤكد أن هذا الكلام قيل لأنه مستحيل يكون هذا قال المدرب أو استبعد هنقول استبعد قال المدرب لكن برد إن كانت يعني كان صحيح يعني هو ذكر بالاسم قال أنه بعد ما سحب إشارة الكابتن من بولحي صارت للخلافات ودخلت الإدارة في الموضوع لو هذا الكلام صحيح هو سحب الإشارة في إمبارات الرائد أو إمبارات دوري كان الإقالة صارت مول مبارا ما انتظرنا 11 جولة لو هذا الكلام صحيح هذا شيء يعني حنا غيرنا مدربين كثير للأسف فأتلخي آخر أربع سنوات ولا مدرب طلع وقال الاتفاق يتدخل في عملية عشان كذا أنا أقول لك ما أتأكد أن الكلام هذا غير صحيح بالعكس أنا سمعت أحد تصريح اللي قاله أنه الناس هنا معاملة طيبة جدا وكانت بري بروفشنل وكذا فتعرف يمكن هذا ردة فعله وشيء نحن في الاتفاق دام أننا نعمل كل يوم هنا لا نقبل أي إساءة لأي شخص يعمل في هذا الكيان لا أقبل أنا شخصيا أنا أمزي دارة إساءة المدرب أو لاعبين أو جهاز فني أو جهاز إداري مستحيل أقبل إذا كان هذا الكلام اللي أنا أعتقد أنه مش صحيح أو تبريرات فقط أنا ما أقبل على راحة اللاعب اللي عندي أبدا خاصة إذا ما كان موضوع حقيقي شكرا شكرا